السلام عليكم مرحبا بكم من جديد شكرا جزيلا لكم اليوم ان شاء الله سنقوم بعمل معقودة سوف نحتاج 4 ططاط مسلوقين ومنقيين 1 بيضاء 1 الفصل ثومة جوجة الفرماجات والعطرية سوف نحاول نحل هذا الططاط بالفرشيطة حتى تحلوه وحسن تكون بطاطة باقي سخونة حتى تسهل علينا العملية سوف نحلوها ومن بعد نزيد لها المكونات السرحة تجيزون المعقودة وكل واحد يستخدم لها المعقودة تختلف طرق و المكونات كان المكونات زائدة لا نستخدم لها المكونات بسيطة وشيء حاجة سهلة ضغياء ضغياء لا تحتاج بسيطة وخاصة سوف نحصل على خدمة ولكن لما يستخدم لها المعقودة لانه المعقودة لانه المعقودة سوف نحصل على بطاطة سوف نحصل على فصل 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 نضيف الفرماج و نضيف المكونات كامل نضيف المكونات المكونات و نضيف المكونات يجب أن تجمع البيض يجب أن تجمع البيض يجب أن تجمع البيض نحاول أن نخلط كل مكونات يجب أن تجمع البيض يجب أن يكون مكونات بأسفة يجب أن يكون مكونات بطلاجة يجب أن يكون مكونات بطلاجة يجب أن نضع عطرية يجب أن نضع عطرية يجب أن يكون مكونات بطلاجة ويجب أن نضع العطرية ويجب أن نضع عطرية وبالتالي وقمي البيض يجب أن تجد الماء وكما يجب أن تكون مادة يجب أن يكون ماء المعدنوس نحتاج المعدنوس إتمام المعدنوس نحرك المكونات عطريه مع بطاطا نحتاج إلى الهريسة المعلقة كبيرة حول ودعي البن الأغراء حول الحار أرى مدرة الحار في مدرة الهريسة وصف مدرة نجمع بطاطا كامل نجمع بطاطا كامل نجمع بطاطا كامل نجمع بطاطا كامل سوف نقوم بطاطا كامل نضيف الخرقم نضيف البزار نضيف ملحة 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 لا يكون كثير لها الماء كما قلت ما تكون لخفيفة لثقيلة باش يلا تقدلينا في المعقودة دينا والماء كما قلت من قبل الماء يكون دافي ما يكون سخون باش ما يخصر لنا الخميرة حيث إذا كان سخون يخصر الخميرة وإذا كان بارد لا تخمر ضغية سوف نغطي عليها ونخليها تخمر واحد شوية وصفي من اللي تفوت واحد ساعة صفيرة العجين نخرج العجين من تلاجة ونجلب واحد زلافة صغيرة ونقوم بها شوية دينا بالماء ونقوم بقويرات كويرات على حسب كاللي يبغي يديرهم كبار كاللي يبغي يديرهم صغار كل واحد الضوء دياله ونقدرتهم موين تستمرطة عجينة بطاطا تلسق لك باليدي حيث ستسرب جدا وانا ديجارة واحد اه طاوة فرشت فيها واحد لميكا بلاستيكا غذائي فرش تفائي حتى لا تلصق بطاطا ثم نكمل الكوار ثلاثة تجمع العجينة ثلاثة تجمع ثلاثة تجمع ثلاثة تجمع ثلاثة تجمع تجمع العجينة ثلاثة تجمع يكون الخمر يكون تقريباً مثل عجينة يكون تقريباً كبيراً يكون حالة عجينة يتصون 10 دقيقة يكون المزيجة و يكون أحسن نضغط فرشيتة يمكننا التحكم فيها و نحيط الزوائد يضيف العجينة نغمس الخليط يجب ان تكون مهيلة و مجهده يجب ان تحرق لنا يجب ان تحمر بطاطا نقل الى اخرى نقلب الى اخرى ونحاول عليهم ومن الانساني سوف نقوم بهم الصراحة تظهر وكما قلت دجار اتجب ان تحرق ومعقدة تختلف من المدينة انا قلت مراكش ومراكش ومسطط ومختلفة بمعقدة تختلف من المدينة اتمنى نكهات كل واحد يدر لها والصراحة هذه تجي بنينة وخافيها شوية الخدمة انا كنحاول نعطي الوظفات سريعة وخافيها شوية شوية مرة مرة الواحد يديرها كتعجب الوليدات بزافقة الحاجة اللي كتكون فيها بطاطا والحلاوة كتعجب الدراري الصغار نحاول مرة مرة ما نعقز والنوضو نوجد شيئا لهم كي نفرحوهم هذه الزوائد تحاولي تحيي ديهم باش ما يخسروا لك الشكل حيث يبقوا في الماقلرة يخسروا الشكل المعقودة كنت بغير واحد شوية ديال الصبر حيث بعض المرات كتب قطعة سبكي لك تهزي و ودوك الزوائد يعني تكون انتي زربانة كي تتربي غير كتبقوا واحد شوية ديال الصبر ما فيها والو سرى سهلة و سهلة صغير شوية الخففة و صافي صافي من اللي توجد نديرها في واحد تبصيل ندير شيء بابيل باش تنشف ذاك الزيت واخرى ما كتهزش الزيت ذاك الدقيقة ما كيخليهاش تهز الزيت ولكن من اللي احسن نديرها في بابيل باش تحيد لنا ذاك الزيت الزايد سوف نقدمها بصحة و الراحة صراحة هاد الطبق كي يجي مع الحوت محببت سوف نكتشف تشف بطاطا فريد مره مره ندير بطاطا فريد مره نرافق الاتباق سوف ننزل في المعقودة و تشف بايات شوية يعني ثلاثة ثلاثة و الثلاثة ثلاثة و أربعة صفيرة shi شكرا لكم على اشتراك باش تدعموني نعطي الجديد ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته